تفع تاني لحد تاني من أصدقائك المحبين واللي انتو عن العلاقة طبعا وطيدة جدا مشوفناكم مع بعض من قريب محمد هينيدي طبعا ما سر هذا الحب الطاغي هو دي أحلى حاجة في الدنيا الصداق ولكن بيحبك برضو حب مش بتعملهم حاجة أستاذ علي بص محمد هينيدي جزء مني وجزء من تاريخي جزء من حياتي وجزء من العمر والسنين محمد هينيدي أخوي اللي هو مش من أمي وأبوي ولكن هو أخوي أخو الحياة هينيدي علاقتي بيه أما بنقعد مع بعض أنا وهو بننسى أنه احنا بنشتغل ممثلين يعني صحاب احنا صحاب وبعدين أنا هينيدي بغير عليه يعني بمعنى بخاف عليه ببقى طول الوقت عايزة شوفه ناجح وعايزة شوفه في مكانة أعلى وأعلى هينيدي كان ربنا سبحانه وتعالى أداله سر أنه يمسك مفتاح في صناعة السينما صناعة جيل آخر يطلع ومن بعدي أجيال اللي احنا شايفينها كان هينيدي أحد رواد من فتح الباب صحي بفيلم بدور بحب ناس ببهجة عملها بتغيير في شكل الكوميديان فكان هينيدي في المصاف الأول فبالتالي فتح الباب لأجيال جات بعده اللي هم النجوم اللي احنا بنشوفهم دلوقتي فكان هينيدي هو الباب الرئيسي فده سر أنا أقول هالك يعني مش حكاية موهبة هو سر دعوة والدته سر حبه لمهنته سر إخلاصه سر لأنه عايزة ينجح وقام بقضية زي ما بقول حديثك أنا بحبك لإيمانك بقضيتك هو عنده إيمان بقضيته إنه هو يبقى حاجة مهمة في شكل معين حبه هو لي لأنه أنا هينيدي أنا مريته أنا أنا ممكن أقوله أنا مش عاجبني كذا أقوله أنا رافض كذا ولما بشوفه بفرح يعني أنا لما بتقابل معاه بيحصل لي حالة غريبة كأن ولد بيجري على باباه يعني عارفة فيه إحساس سوأ مروحه مثلا جوايا بقى مشتقله جدا يعني أنا فيه ساعات يخ إحنا ممكن ما بنشوفش بعض كتير الأيام دي هو تقريبا بيسافر عنده أعمال برة دولة بيرجع أنا بتشغل أنا شوية بيتوتي ما هنزلش كتير فما بعملش ولكن أنا متواصل طول الوقت معاه بيجي وحشتني أخبرك إيه يعني أنا الباب الخط مفتوح بيننا طول الوقت بحس بيه لما يعيا وهو كمان بيحس بيه لما أبقى في مشكلة يعني إحنا شيء واحد فإحنا دي بالنسبة لي حاجة عظيمة جدا يعني ربنا يبارك له أنا بحبه جدا ربنا يديم عليكم صدفتكم ويمكن ده إحنا عارفينه والناس عارفينه أنا لما بقابل صحبتي أو صحبتي بتقابلني المحبة القريبة سلم عليها أبوسها أحضنها طبعا تبوس إيدي أبوس إيديها أين كان شفت مش عايز أقول كلمة هجوم ولكن ممكن إجابة حضرتك تفسير للمحبة لما تقابلت في فرح بنت حضرتك أنا طلعت كذا مرة قلت له عشان كان قابلها برضو كان فيه وقعة يعني أنا تعبت أقول للناس إنه الناس اللي بتحب بعض بتبوس إيدي بعض شعر بعض طبعا طبعا ليه الناس مش فهمة إنه ممكن حد من كتر ما بيحب صديقه عادي كتا بيفسروها دايما بشكل شخصي معنى يقول لك هو بس إيدي عشان هو هنيدي يرضى عنه ويشغله بس إيدي عشان هني هو بيتودد لهنيدي وتقرب إليه طبعا ده قصور في الفهم وده هجوم مريض الحكاية أكبر من كده الموضوع كله إنه أنا هنيدي يمكن الحالة دي على فكرة ممكن ما بتحصلش بيننا كتير على فكرة ما إحنا بنتقابل بساعة بسلم عليه عادي فرح ومشار جايشة وبيلة جبيرة إنما أنا فرحاتي ببنتي وفرحاتي بالفرح وتجربة إنه عارفة فكرة إنه أنا أحس إنه أنا هجاوز بنتي فأنا في حالة عجيبة جدا ودي أول مرة فأنا وبعدين دي بنتي الكبيرة وجزء مني فعارفة فلي ييجي البنتي أنا شيله على دماغي يعني عارفة ده ليه الغريب لا أي حد ما بيلك الحبيب والغريب وهندي فاجئني أنا هندي لآخر لحظة عارف إنه مش هيحضر لأنه عنده شغل مسافر فعملي مفاجأ فأنا مشاعري دخل التعبير بقى جاه كده ده مسموح بين الأحبة والصحاب من غير مصالح أنا ما عنديش مصالح أنا مؤمن تماماً إن ربنا سبحانه وتعالى مديني فوق ما أتمنى مديني على الأقل راحة بال مديني أولاد فرحان بيهم يعني أنا عندي نعم أنا نفسي مش عارفة عدها مش قضية إن أنا هروح النعم ما اقتصرتش على إن أنا هروح أشتغل في كذا أو ما اشتغلش في كذا من حقيق أحلام تحقيق الأحلام بيد الله سبحانه وتعالى فقط أنا بسعى بس بسعى بالطرق اللي أنا تربيت عليها إنه أنا في عزة في الطلب أنا لو أعايز حاجة من حضرتك حقود سنة مهدها عشان أطلب الحاجة اللي هي ممكن تبقى من حقوقي عليك ولكن أنا ما بعملش كده وما بعملش تصرف يعبر عن محبتي عشان الحدف ولم يعبر عن كراهيتي عشان هدف خال الناس فهمت كده وهاجمت ده العادي وأنا بقولك يعني أنا فكرة هجوم السوشيال العجيب ده طول الوقت على الناس ده لابد من إقافه فورا لأنه دي فتن غير عادية وبتجرحه مشاعر الناس يعني إذا ما بتهاجم ممثل أو ممثلة أو مزيع أو مزيع أو لعب كوربة يعني محمد صلاح ده يتهاجم إزاي؟ ده يتهاجم إزاي؟ أنا بالنسبة لي ده شرف إن أنا مكتوب الجنسية مصري ومحمد صلاح الجنسية مصري ده شرف لي أنا بفرح به وابننا اللي يعني إحنا ندعمه ألاقي بيهجموه ده العيب متعود على كده من الذي أعطاك الحق في الهجوم المتجاوز ما إحنا كنا بنتكلم إبارح عن نقاط يقولوني ده ناقد اللي بيطلع على السوشيال ده ناقد ناقد يعني إيه ناقد؟ الناقد الفني أو النقد الفني هو علم مع موله الدولة عملاله أكاديمية الفنون فيها قسم النقد الفني وبياخدوا فيه ماجستير ودكتوراه وبيتخرجوا نقاط درسين وفاهمين دلوقتي عادي أي حد يفتح له صفحة أسوك وليك أنبه دلوقتي أي حد عنده مليون شخص بيقعد يرغي ويشتب وينظر ويقولولي ده ناقد بأمارة إيه ناقد؟ الناقد ده علم زي أنا بالنسبة لي زيه زي صاحب الفتوى هو أنا أعرف أنا أعمل فتوى لا طب أهل التخصص واحدة الدين والعلم أنا عشان أبقى مفتي أكون عديت مراحل مش طبيعية في القراءات والحفظ والدراسات والإجازة طبعا إزاي أنت يسمح لك أنك تهاجم ممثل أو مزيع أو مزيع موقف ممكن أو صورة على السوشيات أو أنت مش موافق على أدائي؟ انت حر مش موافق على تصرفي مع هنيدي؟ انت حر أنت لا تعنيني أساسا أنا اللي يعنيني أنا والشخص يعنيني اللي أنا بعمله حبيته على دماغي ما حبيتهش ولا شايفك لأنه ده رأيك رفضك بتاعك يعني أنا ملاقي مثلا هجوم على الأستاذ يا سمي هجوم لازم عارف عارف وده قوة ربنا الدهالي قولت أسير ولكن أنا أنا مش مؤمن بها بتقوله خلاص خلاص ما أخدش بيه مش ما أخدش مش أمشيك على مزاجي بالظبط أخدش بيه فإحنا لازم نمشي الناس على مزاجنا بقى أم العضو عزيزنا فأتخذ أنا موقفي مع هنيدي بالعكس العكس أنا بحي الصداقة وبحي ده وأنا من الناس اللي بحب ده وحب المشاعر يتعبر عنها بس من كتر ما بقينا أسين أوي؟ بقيت الطبطبة والبوسة وكأنها علة في المجتمع وكأنه إذا عيب فأنا معيك قلبا وقالبا